ويسقون فيها كأساً كان مزاج غازاً جبيلاً عيناً فيها تسمى سلسبيلاً ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً وإذا رأيت فم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراباً طوراً صدق الله العلي العظيم أفلح من صلى على محمد وآله محمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا 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 يا ليتنا يا ليتنا يكنا معكم سيدي فنفوزا والله فوزا عظيما أنا عي قتل الطايف لا زلت ناعيا تهيج على مر الليالي البواكيا أعد ذكرهم في كربلا إن ذكرهم طواجز عن طي السجيل فؤادي ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تترك الدام داميا ستنسى الكراعيني كأن نجفونها حلفنا بمن تنعاه أن لا تلاقياه ومما ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيض في الصدر وارياء وقوف بنات الوحي عند طليقها بحالي له يبكين حتى الأعادي يا أبا حسن حرب تقاضت كدينها إلى أين أساءت في بنيك التغاية يا أبي حيدر يا أبا يا ما تجينا وتشوف الجرى والصار كنبينا ولينا نذبح وحنا نسبينا وليشماتة العدوى يا نبي يا عذاب الخيل يا طاعون الحرم ما مرت عليك يضعون والله الحرم يوم السارة بلاي ولي صار يخاطب أمير المؤمنين لما مروا بزينب وأخوات زينب في الكوفة يقول يا عذاب الخيل يا طاعون الحرم ما مرت عليك يضعون الحرم يوم السارة بلاي ولي صار صوب القوم صوبك يا علي والله يا علي يا علي يا علي المثل زينبتشي يفترضة ولي هي يوتي يفترضة الوادم هي ليعلونها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقاقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لقبول المجلس وقضاء الحوائج وتعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد حينما يتعرض القرآن الكريم إلى قصة من القصص القرآني عادة يكون الهدف من سرد القصة هو أن الإنسان يعتبر من هذه القصة لأنه كما هو معلوم القرآن الكريم كتاب هداية موضوع القرآن الكريم موضوع هداية البشر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى القرآن كتاب هداية وكل ما يأتي في القرآن الكريم من قصص أو من أحاديث تتعلق بالقضايا الفقهية أو القضايا الاجتماعية أو بعض الأحيان القرآن يتحدث عن الآخرة يتحدث عن الدنيا كلها تصب مصب هداية المجتمع البشر من جملة هذه القصص القرآني التي يتعرض إليها القرآن الكريم هي قصة النبي صالح عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام مع ثمود هذه القصة تتحدث عن واقع جرت في التأريخ القرآن الكريم يصور هذه القصة ويشير إليها لأكثر من عشرين مورد في القرآن الكريم يعني أكو تأكيد قرآني على هذه القصة شنو هاي القصة ثمود فرد قوم يعبدون الحجر أكو عندهم صخرة كبيرة كانوا من خلالها يعبدون هذه عبادتهم هي عبادة هذه الصخرة الكبيرة فلما بعث الله عز وجل يكفي أهل القرية وحدة من مميزاتها كونت تصير هذه عدها ولود تصير عدها أولاد وحدة من مميزاتها وخصوصياتها كونت تطلع من هاي الصخرة اللي احنا نعبد الله عز وجل نعبد هاي الصخرة اللي نعبدها كون هذا الله عز وجل إذا أكو رب يطلعنا الناقة من هذه الصخرة فاستجاب الله عز وجل لطلبهم ولدعاء النبي صالح انفتحت الصخرة وخرجت منها هذه الناقة بالمواصفات التي طلبوها فآمنوا قالوا إذا خلص ما دام الله جاء بلنا معجزة نؤمن بالله بالتوحيد الله عز وجل يعني نظام الكون هاي الشكل نظام الحياة هذا أن الله عز وجل خلق الكون حتى يبتل الإنسان حتى يختبر الإنسان هاي دار ابتلاء ودار اختبار فالله عز وجل لما أرسل هذه الناقة قالهم أنا رح أختبركم أريد منكم شغلة وحدة جداً هم الموضوع المفروض يكون بسيط قالهم عدكم نهر تشربون مننا ماي هذه الناقة لها شرب يوم وأنتو لكم شرب يوم آخر يوم هي تشرب ويوم أنتو شربون إذا نزلت الناقة بيومها ما أحد يزاحمها وإذا أنتو نزلتو هي ما تجي صعبة قالوا لا جداً سهلة وبالفعل التزموا مجموعة من الأشهر أو بعض الروايات تقول بعض السنين يعني التزموا هي تنزل يوم وهم ينزلون يوم على أنها تغد القرية باللبن إخواني الأعزاء هنا بدأت الفتنة واحد من القوم قالهم إحنا صارنا سنين إحنا مجتمع مجموعة من الناس عندنا أولاد عندنا أطفال صار عندنا مجتمع كبير بالله مو عب علينا إحنا كل هدول البشر يمتنعون عن الماء اللي هو الحياة واللي هو المنبع الاقتصادي باعتبار يجيبوني زرعون هذه حرب اقتصادية إحنا كنا نمتنع على مود ناقة شنو هذا الموضوع متى القضية مو مو الشكل فبدأ هذا الشخص يتحدث إلى أشخاص والأشخاص يتحدثون إلى أشخاص حتى خلق رأي عام شوفوا إخواني الرأي العام من يبدأ عادة يبدأ بأفراد شخص ينشرون فريد غروب من الغروب هذه صور ترويج هذا الترويج يأخذ مدايات وإذا به يصير فتنة لذلك القرآن الكريم يقولوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة بداية الفتنة مهم أن يكون الإنسان يقضا أول ما يتكلمكم نقطع القضية ما نسمح أنه تشيع الإشاعات والفتن حتى ينحر في المجتمع فهذه الإشاعة وهذا الرأي وهذا القرار اللي اتخذه مجموعة من الناس فالتنظيم هذولا بدأوا ينشروا في القبيلة خلال كلام للوهل الأولى كلام منطقي يعني إحنا البشر نمتنع على مود ناقة تشرب ماي فإجوا بالحديث المنطقي بدأ هذا الحديث يتوسع حتى أصبح أصبحت قضية رأي عام لو إحنا نشرب كل يوم لو لا بعض الناس سووا في الطريقة قاموا يجون باللي يخلون القربة مالتهم بالماء ثم يرحون ثاني يوم تجي ناقة تشرب هم يجون بس يجرون القربة قالوا إحنا ما أشقدنا ماء هاي من أمس حاطيها إحنا وصار التلاعب وبدأت الناس هذا شكل وذاك شكل إلى أن مولانا وصلت القضية إلى أن اتفقوا على أن يعقروا الناقة شافوا واحد منهم شوية شجاع ويقال أن هذا لا أب له يعني ابنه حرام والعياذ بالله اختاروا قالوا له إحنا نطلب منك طلب أن تعقر هذه الناقة بالفعل إجى في ليلة من الليالي وجاء بالناقة وعقرها ومو بس عقرها كان عندها فصيل فأول الرواية هاتش تقول تقول عقرها أمام فصيلها ثم عقر فصيلها واحدا تلو الآخر وسحبوهم من أرجلهم ثم وزعوا اللحم بالتساوي هذه العدالة أنه يكون جميع يأكل من هذا اللحم وإذا بهم يقدمون فالنموذج للعدالة هنا الله عز وجل غضب عليهم الله عز وجل أرسله إلى صالح عليه السلام قال يا صالح القوم الذين عقروا هذه الناقة أنا أمهلهم ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام ينزل عليهم عقاب كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها القرآن يعبر عنه فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ثلاثة مواقف رئيسية في هذه الحادثة الموقف الأول القرآن الكريم يعبر عن هذه الناقة بأنها ناقة الله هذه الناقة خصوصيتها أنها مرتبطة بالله عز وجل هي معجزة هم طلبوها الله عز وجل اختبرهم اختبار بسيط ما حرمهم من الماء وإنما أعطاهم هذا الاختبار البسيط بهذه المدة المحدودة قالهم يوم أنتوا ويوم هذه الناقة ولكن القوم أغضب الله عز وجل في هذا الموقف زينل هذا الموقف الأول حينما أغضب الله عز وجل فيه وهو أنهم اعترضوا على أمر الله عز وجل قضية مو قضية ناقة قضية اعتراض على الله عز وجل إخواني بارك الله بكم والإخوة برواكفين إذا تسمحون فرد قوم وقعد أزاحمكم شديد الاعتذار بس تتقدمون رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد قد مبارك الله بكم أفلح من صلى على محمد وآل محمد ثانياً غفر الله لكم الثالث على محبة أبي عبد الله الحسين بأعلى أصواتكم الله صلى على محمد وآل محمد إذن هؤلاء الذين اعترضوا على الأمر الإلهي الله عز وجل غضب لأنهم اعترضوا على أمره وتحدوا لإرادة الإلهية ثم جاءوا إلى هذه الناقة وأقاموا بذلك الفعل الشنيع وهو أنهم عقروا تلك الناقة الناقة المرتبطة بالله عز وجل رغم كل هذه الأفعال الله عز وجل أمهلهم ثلاثة أيام بعض المفسرين يقول الله عز وجل أمهلهم حتى بلك ينطيهم فرصة للتوبة وللرجوع إلى الله عز وجل شوف رحمة الله قد واسعة ذول هاي جريمتهم النكراء رغم ذلك الله عز وجل ما أنزل العذاب مباشرة وإنما أمهلهم ثلاثة أيام عسى ولعله أن يرجعوا عن أمرهم هذه النقطة الأولى واللفتة الأولى اللفتة الثانية القرآن الكريم يقول إذن بعث أشقاها يعني شخص له جماعة يقول لكن الآية بعدها تقول فكذبوه فعقروها والذي عقر الناقة واحد له جماعة واحد شو هذا القرآن يقول عقروها بعض المفسرين يلتفت إلى هذا المعنى يقول هذول القرآن الكريم يعبر عنهم عقروها صحيح العاكر شخص ولكن هؤلاء القوم رضوا بفعلته وقبلوا بها والإنسان اللي يقبل هذا الفعل يكون شنو شريكا فيه لاحظوا إخواني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقف مهم من مواقف أتباع صالح عليه السلام المفروض يصير ذول حتى الماراضين على الفعل قالوا إحنا شعلين هسا هو جماعة ما راضين عن ناقة وهي ناقة النبي صالح وهم ببيناتهم إحنا شعلين الله عز وجل ما ميز بين هذا الشعلية وبين هذا الميدخل وبين هذا المتقاعس وبين ذاك قال كلهم عقروها ولما أنزل العذاب أنزل عليهم جميعا وهذا أيضا درس آخر نأخذه من هذه الآية أنه إحنا معنيين بأن نتخذ الموقف الصحيح في المكان الصحيح لما أنا أشوف أكو منكر لما أشوف أكو فساد لما أشوف أكو قضية مخالفة للدين وظيفتي أن أتحدى وظيفتي أن أقوم بفعل معين وظيفتي أن أصطف مع مبادئ الحق الإنسان إذا تقاعس وإذا سد بابه وإذا قال أنا ما لعلاقة بعض الأحيان يحشر معه ويحسب معه من هو مقصر فلذلك السكوت عن الظلم مدائما يكون صحيح لسا أكو موارد الإنسان يكون ساكت بعض الأحيان في موارد التقية في موارد أخرى نعم لكن مثل هذا المورد أكو ظلم واضح وكبير لكن أكو بعض الناس ما عقروا لكن سكتوا القرآن الكريم يشملهم في هذه القضية يقول فعقروها جميعا ثم الله عز وجل لما أنزل العذاب أنزله عليهم جميعا هذه اللفتة الثانية المهمة اللي نستخرجها من هذه الآية أو هذه القصة ثم القرآن الكريم تكرار لهذه القصة في أكثر من عشرين أو واحد وعشرين مورد في القرآن الكريم التأكيد على هذه القصة ربما لسائل يسأل يقول يعني هاي الناقة في واقع الحال هي الناقة في عرف ذاك الزمان تؤكل وحتى في زمان الناقة تؤكل وذولا ما سوا فرد شيء كلش عظيم هي ناقة وعقروها وأكلوها معقول الله عز وجل ينزل عذابه على مجموعة كبيرة من البشر ناس ألمود ذبحوا لهم فرد ناقة يقول شنو هاي قصة والقرآن عشرين مرة يكررها هي ناقة في معرض الجواب التفتوا إخوان هذه مو ناقة عادية القرآن الكريم دقيق في هذه القضية يقول هذه ناقة الله يعني ارتبطت بالله عز وجل صار أكو ارتباط بالله فلما يعتدى على ناقة الله عز وجل يعني هو اعتداء على قدسية الله هذا تحدي لله الناقة ترمز إلى البعد الإلهي في الأرض ترمز إلى الله عز وجل جانب رمزي هذا الرمز لما يعتدى عليه كأنه انت تعتدي على الأصل خل أجيب لك مثال بسيط لاحظوا إخواني الآن وصلت قماش شنو قيمتها قول اشتريها بتفاليس ما لها قيمة هذه القماشة إذا وضعت عليها ألوان تصير إلها قيمة يقول لا هم إلها قيمة لكن إذا هذه الألوان صارت بشكل علم من واحد من أعلام الدول مثلا تصير إلها شنو رمزية هذه وصلة القماش ترمز إلى ذلك البلد فإذا وقف فرد واحد وحرق هذه الوصلة ما يصير تقول لها ما لها قيمة هي وصلة قماش يقول لا هذه موصلة قماش هذا علم يرمز إلى تلك الدولة يرمز إلى كرامة ذلك الشعب يرمز إلى مكانة تلك الدولة إن تقعد تحرق هذه وصلة القماش أنت في الواقع تعتدي على تلك الدولة لذلك ما يصير واحد يقول هذا فعل بسيط لا هذا مو فعل بسيط هذا يرمز إلى ذلك المكان المهم فإنت بإحراقك لهذا العلم يعني أنت تعتدي على قدسيتي وكرامتي ذلك الشعب أو تلك الدولة هذه مو قضية ناقة حتى واحد يجي يقول اش دعوة هي ناقة لا هذه ناقة الله فلها خصوصية أنها مرتبطة بالله عز وجل يعني إلى هنا شير ريد نعصل إلى هنا ريد نلفت النظر إلى هذه القضية لما نمر إحنا بقضية الحسين عليه السلام الحسين حسين الله الحسين يرمز إلى الله عز وجل لذلك الاعتداء على الحسين يمثل الاعتداء على الله عز وجل قضية الحسين خاف أكو واحد يقول اش دعوة ليش هذا التكرار لقضية الحسين في كل عام واش دعوة هذه المجالس والبكاء وكذا والاهتمام وهذا التأريخ اش قد أكو ذبحوا اش قد أكو اعتدي عليهم ليش هذا التقديس لهذا الحدث نقول نعم لأنه أكو جنبتين في هذا الموضوع الجانب الأول نفس عظم المأساة عقر الناقة يجوز فرد عملية مو كلش مأساوية الناقة تعقر لكن فاجعة الحسين هي بحد ذاتها لو وقعت على كائنا من كان ستكون قضية كبيرة إنسان يقتل بهذه الطريقة البشعة ويمثل به وبأهل بيته وتحمل الرؤوس على الرماح وتطاف بها البلدان وتسبى نساؤه هو هذا حدث كبير ثم هذا الحدث الكبير وقع على من وقع على سيد شباب أهل الجنة الله عز وجل يغضب على قوم ثمود قوم صالح ثمود لأنهم عقر الناقة اللي هي مرتبطة بالله فشنو كان شكل غضب الله عز وجل على قضية الحسين قضية الحسين قضية ما يمكن أن نتصور مدى الغضب الإلهي والسماوات والملائكة شنو اللي صار ما نقدر نتصور قضية قضية جدا عظيمة إن ناقه الشكل الله عز وجل عاقبهم بأن أنزل عليهم بلاء ولذلك الحسين عليه السلام في أكثر من مورد وخصوصا للمورد المشهور لما ذبح عبد الله الرضيع ملأ كفه من دمه ورمى به نحو السماء وقال اللهم لا يكون عليك أهوا من فصيل ناقة صالح كأن الحسين يريد يشير إلى هذا المعنى يقول أولا ما اكتفوا بعقرهم ناقة صالح وإنما عقروا فصيلها كما أنهم لم يكتفوا بذبح الحسين وأهل بيته وإنما عمدوا إلى ذبح أطفاله ليكون عندك أهوا إلهي ثم الحسين يريد يربط بين مأساته وبين قضية ناقة صالح يريد يبين أن هناك أوجه شبه بين هاتين القضيتين من أهم أوجه الشبه أن الحسين رمز لله عز وجل الحسين مشروع الله في الأرض الحسين يمثل الله في الأرض هذا الحسين كما أن أهل البيت أهل البيت ويطهركم مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوع من ركبها نجا ويوصي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ويوصي بفاطمة ويوصي عشرات الروايات أصلا لا يوجد مسلم من المسلمين يشك في مقام الحسين عليه السلام وفي عظمة الحسين فإذا كنا أيها المسلمون إذا كنتم تعلمون عظمة الحسين من الطبيعي أن تتفاعلون مع قضية الحسين حسين ما يخص أحد حسين ما يخص طائفة الحسين حسين الله الحسين المرتبط بالله عز وجل لذلك مأساة الحسين مأساة عظيمة جدا فوق أن نتصور زين الآن أنا وأنت صار عندنا فالتصور ولو نسبي بسيط عن عظمي غضب الله عز وجل إذا الله غضب عن ناقه القد فقضية الحسين هاي أنا وأنت فكيف بك حينما تأتي إلى العقيلة زينب تدري شنو زينب شعورها بديش اللحظات زينب مو أنا وأنت زينب تعرف حقيقة الحسين وزينب تعرف من الحسين زينب العالمة الغير معلمة الفهمة الغير مفهمة زينب التي تدرك حقيقة الحسين لما رأت ما جرى على الحسين وصبرت هنا تعرف عظمة زينب تعرف مقام زينب تعرف شخصية زينب زينب التي خرجت في يوم العاشر من المحرم بعد أن قتل الحسين عليه السلام وجاءت وهي مؤتزرة بإزار أمها فاطمة تتخطر رقاب صاح عمر بن سعد افسحوا لها المجال خنشوف ماذا تريد وإذا بها تتقدم بكل وقار وإجلال دنت من جسد الحسين زينب بكت زينب لطمت لا ذاك مو موقف للندبة ولا موقف للبكاء وإنما هو موقف لإثبات الانتصار وإنما هو موقف لبيان عظم هذه القضية وإذا بها تدنو من الحسين تأخذ من ذلك الدم الطاهر وترفعه نحو السماء اللهم تقبل منا هذا القرضان شنو من موقف شنو من صبر عند هذه السيدة شنو من مقام لهذه السيدة التي بفضلها حفظت قضية الحسين وبقت قضية الحسين لذلك إحنا من النجي نتحدث عن زينب كن نقف واقعا عند هذه السيدة وقفة وقفة تأمل كل هذه المصائب وهي تعرف الذي جرى في السماع كما جرى في الأرض الدنيا تغيرت أشهد أنك أشهد أن دمك سكن أظلة العرش أظلة العرش دم الحسين في ذلك الموطن شوف الكون شنو صار به هذا كل زينب مطلع عليه وإذا بها تصبر وتتحمل وتجي في هدأة ذلك الليل تجمع العيال والأطفال تجيبهم إلى خيمة نصفها محروق وتقعد بأبي هي وأمي أمام تلك الخيمة إلى أن تأخذها إغفاءة كأن النائم كأنها ترى فيما يرى النائم فارسا مقبلا من بعيد زينب ارتبكت فارس جاي وهي يمهى الأطفال كأني بها قامت بأبي هي وأمي قالت يا هذا ماذا تريد إن كنت تريد سبينا فنحن مسبي آيات ما أدري تتخيل زينب بهدأة الليل وقاعد وحدها إمام زين العابدين يقول عمتي في تلك الليل صلت صلاة الليل عن جلوس شنو حال زينب عاد قامت زينب قالت يا هذا إن كنت تريد سبينا آآ فنحن مسبي آيات وإن كنت تريد ترويعنا آآ فنحن مروعات وإن كنت تريد قتل رجالنا فهم بكربل جثث بلا رؤوس تصهرهم حرارة الشمس يا هذا ما تريد بعد وإذا بهذا الفارس يدنو من العقيل زينب يكشف اللثام قال لا يا زينب ولكن أنا أبوك يا علي الله أكبر علي وأقبل إلى العقيل زينب في هدأة ذلك الليل أخذت أخذت تبث له آلامها وتشكو له أحزانها تقل يا أبو يا علي يا جل يا جل يا جل يا جل يا جل يا جل ودارت علي أنا الزلم والخيل أبو يا والخيل وجسام والأكبر مشاتيل أبو يا مشاتيل والاحسين بمثل وتمثيل الله أكبر وآيالي والاحسين بمثل عيا آياء وتمثيل والأبو يا علي اللي الهو ونحرم وغريب وما لي حد أنا بمين يا بوي القلب يضمد ببن والد العباس ما أرد ولي والاحسين هل عندي عيام مد أنا خلصة وهلي الله لحد ولي أنا خلصة وهلي الله عيام 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 لأحد عاد لما جرى ما جرى على زينب ذلك اليوم الذي أريد لزينب أن تخرج من كربلاء أجبرت على الخروج الله أكبر زينب بذيك الساعة التفتت أشاحت بوجهها إلى جسد المولى كلمات الوداع تقول أخو يا برضاء آياء آياء أكبر ضاء أكله رغم عليك أخو يا علي يجرني العدو من بينديك يا أخو والله أنا أصرخ ودير العين لي ودرب حميتك ما اشتركوا في القناة 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 خادم نحن ثمار هذه المجالس نحن ثمار هذه المجالس رب الحسين ألف ألف عابس في كل عصر الله في كل عصر ينشئ الغيارة ولا يخيب من به استجارة ولا يخيب من به استجارة حيارة لذب الحسين ولا يخيب من به استجارة خادم 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 ولا يخيب من به استجارة خادم 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 إلى خادم الحسين أبو كرار البدراوي كل الحسين لا سواه خادم كل الحسين لا سواه خادم لا تخش في هواه لوم لا أيام من قال ما تعني لك المآتم من قال ما تعني لك المآتم قل هي أم حجدنا المقاوم قل هي أم حجدنا المقاوم نحن ثمار هذه المجالس نحن ثمار هذه المجالس رب الحسين ألف ألف عابس في كل عصر ينشئ الغيارة لا يخيب من به استجارة لا يخيب من به استجارة إن الحسين عبرة وعبرة تكفيك منه للنجاة ناظرة لا تجعل الحسين جسر عبرة لا تجعل الحسين جسر عبرة سر في خطاه كي تنال أجر سر في خطاه كي تنال أجر قل بالحسين قد رفعت قادري لست حبيبا أو برير عصري لست حبيبا أو برير عصري عبد لجون قد كفى فخاري ولا يخيب من به استجارة ولا يخيب من به استجارة لذب الحسين مالجائل هلا لذب عافية عافية ولا يخيب من به استجارة هلا بالشباب لذب الحسين لذب الحسين هلا لذب الحسين لذب الحسين ولا يخيب من به استجارة خادم خادم ولا يخيب أعيد 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 وممنون إن الحسين عبرة وعبرة ما شاء الله عليكم إن الحسين عبرة وعبرة تكفيك منه للنجاة ناظرة لا تجعل الحسين جسر عبرة لا تجعل الحسين جسر عبرة سر في خطاه كي تنال أجرا قل بالحسين قل بالحسين قد رفعت قدري لست حبيبا أو برير عصري عبد لجون أدكف فخارا عبد لجون أدكف فخارا لا ولا يخيب من به استجارة ولا يخيب من به استجارة عن صادق العترة قال فاسمع ما شاء الله بارك الله بالنشامة عن صادق العترة قال فاسمع فلك نجاة كلنا ومفزع لكن سفينة الحسين أسرع لكن سفينة الحسين أسرع بعد بعد لكن سفينة الحسين بعد بعد لكن سفينة الحسين أسرع اركب بها يا اركب بها عنك الهلاك ويدفع اركب بها عنك الهلاك ويرفع سرب الحسين ترسى خير مرسى حشاه يوما عاشقه ينسى حشاه يوما عاشقه ينسى عنك الهموم باسمه توارى عنك الهموم باسمه توارى ولا يخيب من به استجارة ولا يخيب من به استجارة عفية.. لغبي الحسين وانه يقب من به استجارة ولا يخيب منه توارى Eagles وانه يقب من به استجارة لا يخيب من به استجارة حشاه يوما عاشقه يوما المق pins يعني مجانrons قال فاسمع فلك نجاة كلنا ومفزع لكن سفينة الحسين أسرع لكن سفينة الحسين أسرع لكن سفينة الحسين أسرع أركب بها عنك الهلاك يدفع سربيل حسين ترسك خير مصري سربيل حسين ترسك خير مرسى حاشاه يوما عاشقيه ينسى سربيل حسين ترسخ خير مرسى حاشاه يوما عاشقيه ينسى عنك الهلاك باسمه توارا عنك الهلاك باسمه توارى ولا يخيب من به استجارى ولا لا يخيب من به استجارى قل بالحسين اليوم يوم استجابة الدعاء قل بالحسين وادعوا ما تشاء اللي عنده حاجة يسمع هذا البيت هو يقول حاجة بقلبه اليوم قل بالحسين وادعوا ما تشاء قل بالحسين يقبلوا الدعاء قل بالحسين يدفعوا البلاء قل بالحسين تفتحوا السماء قل بالحسين تفتحوا قلبي الحسيني ربناش في صدري أي والله طهرنا طهرنا هاي المجالس الطهر القلوب قلبي الحسيني ربناش في صدري يوم ظهوري من يروم ثأره قلبي الحسيني ربناش في صدره قلبي الحسيني ربناش في صدره يوم ظهوري من يروم ثأره قلبي الحسيني سيدي البداره ولا يخيب من به استجاره ولا يخيب من به استجاره ولا يخيب من به استجاره علمني الحسين هاي تعلمنا من الحسين تعلمت من الحسين علمني الحسين رفض ذلي الله 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 علمني الحسين رفض ذلي لا أنحلي إلا إذا أصلي لا أنحلي بعد بعد لا أنحلي إلا إذا أصلي لو كانت العزة لي بقتلي لو كانت العزة لي بقتلي لا أشتري الدنيا بشسع نعلي لا أشتري لا أشتري الدنيا عشميتا عشميتا لا عيشة الذليلي عشميتا لا عيشة الذليلي حتى حسين ليس بالقتلي للثائرين لم يزل شعر للثائرين لم يزل شعر للثائرين لم يزل ولا يخيب من به استجاره ولا يخيب من به استجاره لذب الحسين لذب لذب الحسين من جهد حياة فدوة لذب الحسين من جهد حياة ولا يخيب من به استجاره ولا لا يخيب من به استجاره أخاف وقت ما أكون خادم خادم عيدة عيدة ولا يخيب من به ولا يخيب من به خادم ممنون علمني الحسين رفض الظلي لا أنحني إلا إذا أصلي لا أنحني إلا إذا أصلي لو كانت العزة لي بقتلي لا أشتري الدنيا بشجع ناغلي لا أشتري الدنيا بشجع ناغلي عشميتا لا عيشة الذليلي عشميتا لا عيشة الذليلي حسين حتى حسين ليس بالقتلي حيون حسين ليس بالقتلي حيون حسين ليس بالقتلي كذب الموت حيون حسين ليس بالقتلي للثائرين لم يزل شعاري للثائرين لم يزل لا أبكي عليك بدل الدم 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 لا أبكي عليك إي لا أبكي عليك بدل الدم 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 لا أبكي يا شباب بعد بعد لا أبكي عليك بدل الدم الدم ما أبكي يا شباب لا عليك بدل الدم يا شباب يا حسين بدموع الصبر نادية كان المهدي يا حسين بدموع الصبر نادية كان المهدي يومك يعيش بخاطري قلب صدع يا جدي قلب صدع يا يومي عاد الفرج يا صاحب الزمان يا يومي عاد الفرج يا يوم يقرب وعدي يا يوم أنظر سارمي يا يوم أنظر سارمي يا يوم أنظر سارمي بضعني المهالك يحدي لأنهضن وأمحو كل طاغ من ظالم لا أبكي يا ناد بدل الدمع بعد لا أبكي يا ناد هلا هلا إيه لا أبكي يا ناد موعود ناطر ليل وعد والقلب مل من صبره وعيوني تشبح للأمل ما بين دمع وجمرة يا جد نارك بالقلب متضارمة ومستعرة أنتظر تقرب طلعتي أنتظر تقرب طلعتي أنتظر تقرب والبار والبار يصدر أمري والبار يصدر لا أصرخ صراخا فوق أعنان السماء لا أبكي لا أبكيا لا أبكيا لا أصرخن صراخن فوق أعنان السماء لا أبكيا غايب وطالت غيبتي ثارك يعيش بفكري جابر الكاظمي غايب وطالت غيبتي ثارك يعيش بفكري على الجمر صابر وانتظر حرقت لجمرة صدري يا يوم لثار انتهض يا يوم لثار يا يوم لثار لا أعلم ولا أدري لا أعلم اللي يعرف بس العله اللي يعرف واسأل يعجي الأمر واسأل يعجي بعد بعد واسأل يعجي فدوة فدوة واسأل يعجي لا أصبرن وقلبي قد سقوه ألم لا أبكيا لا أصبرن وقلبي قد سقوه ألم لا أبكيا عليك بدل الدم عدم استاهل أبو علي خادم غايب وطالت غيبتي خادم الحسين جابر الكاظمي غايب وطالت غيبتي ثارك يعيش بفكري عالجمر صابر وانتظر حرقتني جمرة صبري يا يوم للثار انتهض يا يوم للثار انتهض لا أعلم ولا أدري بس الله بس العله اللي يعرف واسأل يعجي الأمر واسأل يعجي لا أصبرن وقلبي قد سقوه ألم لا أبكيا ساعد المولى صاحب الزمان لا أبكيا لا عليك بدل الدم يا جدي يصعب موقفك أريد بعض لتكطع لطم عافية بيتين ثلاثة بعد ها 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 لتكطع بالجواب عافية يا جدي يصعب موقفك وبدمعي أعرض حالك مظلوم طاياحات ترب يا حسين مظلوم طاياحات ترب وموسدع لرمالك مهرك رجع لمخيمك مهرك رجع لمخيمك دامي وتشوف عيالك دامي وتشوف وطلعت زيانة بنادتي وطلعت زيانة بنادتي وانترك خيالك وانتركت خي وانتركت خي وانتركت خي لأن دبنا فؤادا ذابا في جمر الضمى لا أبكي يعني هي هي لأن دبنا فؤادا ذابا في جمر الضمى هي هي عطشان يا جدي طحت عطشان يا جدي طحت والماء يجرب كترك والماء يجرب كترك الله أكبر للمذبح تعلنا الشمر للمذبح تعلنا الشمر تذنى الله سامحني يا صاحب الزمان مولاي للمذبح تعلنا الشمر ثمن على قمة صدرك وسط السياف برق بيتك وسط السياف برق بيتك وابتدى يحزي بنحرك وابتدى يحزي بنحرك واستسلمت روحك لجل استسلمت روحك لجل استسلمت روحك لجل وانحجب كوكب عمرك وانحجب كوكب عمرك لأطفى أنا لغيبا في فؤادي ضرم لا أبكي إلا أطفى أنا لغيبا في فؤادي ضرم إلا أبكي أنا عليك بدل الدمع دم سيح سيح لا أبكي أنا عليك بدل الدمع دم لا أبكي أنا لا أبكي أنا عليك بدل الدمع دم لا أبكي أن عليك بدل الدم عدم لا أبكي أن عليك بدل الدم عدم لا أبكي أن عليك بدل الدم عدم خمس مرة تقولها للمولا لا أبكي أن عليك بدل الدم عدم لا أبكي أن عليك بدل الدم عدم اسمع 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 عفدوا أروح لك مولاي صاحب الزمان في محظر العلم جا قولها يقول صاحب الزمان لأبكي أن عليك بدل الدم عدم أنا في مجلس قدتها شيخ العزيز قلت له سيدي يا صاحب الزمان ذكرته طبعا هو مولاي يدري قلت له أول عين اللي بتشد دم للحسين عين العباس كانت عين عمك العباس أول عين اللي بتشد دم للحسين هاي العين اللي نبت بها السهم فدوة للشباب عفيا أروح لكم فدوة نطعانة العباس نطعانة حتى عانك بيها تتعفف لا تنظر أنت أعراض البرية أي فلسفة بها هذه نطعانة حتى عانك بيها تتعفف لا تنظر أنت أعراض البرية أو نطعانة حتى شفك لا تمدها ليادي الأجنبية فدوة روح لك نطعانة حتى عانك بيها تتعفف لا تنظر أنت أعراض البرية أو نطعانة حتى شفك لا تمدها ليادي أجنبية عفيا أو نطعانة حتى رأسك يرتفع لعلى الثرية شموخ نطعانة حتى رأسك يرتفع لعلى الثرية أو بذرة الخوة العباس إيه لنزرعها شنه السبب للأجناب تنطي ثمرها علمنا الأخوة العباس بارك الله فلذلك أقرأ لك هوستين للعباس وأسألكم الدعاء فدوة روح لكم يا شف مثل شف عباس فدوة شفك رفع يا شف مثل شف عبايس شف فوق الثرم قطع ومن يرادة الراية أو عصت بجفوفة ما تطلع ومن يرادة الراية عصت بجفوفة عفيا ما تطلع ظل الكون متحير لا سامع ولا يسمع ظل الكون متحير لا سامع أو لا يسمع شف ميت رفعينك عفيا شف ميت ما ينطر راية شف ميت ما شف ميت ما هلا شف ميت ما ايه شف ميت ما هلا 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 شف ميت ما ينطر راية شف ميت ما فدوة شف ميت ما قلبك ما رجف من خوف أو لا حمية بالكثرة يا عباس قلبك ما رجف من خوف أو لا حمية بالكثرة ولا هزة تجيوش عداك من جسمك طرف شعره هذا العباس مو أم البنين تقول مو أم البنين تقول تشنك راضع الزهرة وبحب حسين أنتوا أم بحب حسين غذوكم أمهاتكم رحمة الله على المراضع الطيبة الأمهات الأباء لازم نذكرهم بهالمجالس أي وبحب حسين عافية ها وبحب حسين ها وبحب حسين ها وبحب حسين هلا ما عندي هلا ها وبحب حسين ها وبحب حسين أرفع عيدك ارفع عيدك ارفع عيدك بارك الله بكم ما قصرتو أنا ما أدري شيخي تتفضلون للدعاء مولاي شيخنا سماحت شيخ الكريم الدعاء لكم مولاي أرجوكم اللهم صل على محمد وآل محمد لشفاء المرضى استجابة الدعاء قضاء الحوائج هاي إيدك اللي لطمت بيها يا شاب نظيفة 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 اللي يلطم بيدها على صدرها هاي الإيد تتنظف إيدك نظيفة ارفعها إلى الله إن شاء الله الدعاء مستجاب بسم الله الرحمن الرحيم بسمك العظيم الأعظم ألا عزل أجل الأكرم أرفع أسواتكم يا الله يا الله يا الله يا الله أي فادوا رح لك يا الله اللهم بصاحب العسر والزمان اشفي صدر الحجة بظهور الحجة اشفي صدر الحسين بظهور الحجة اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه يا الله اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي كل مريض اللهم اجعلنا في أوطاننا سالمين غانمين يا الله ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله اللهم تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين هذه الدموع وهذه المعاتم وهذه النياحة اجعلها ذخرا وضخيرة لنا في يوم القيامة يا الله اللهم ارحم شهداءنا علماءنا مراجعنا كل اللي اللهم حق علينا لا تنسون اللي ضحوا بأغلى ما يكون عدهم حتى أنا وانت اليوم بحرية كاملة نصيح يا حسين فدوى روح لكم لبيك يا حسين 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 يا الله نهدي للجميع لا سيما أباكم أجدادكم أمهاتكم اللي ربوكم على ولاية أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة تسبقها صلوات ثلاث مرات